إنه ثالث حادث جوي بين تركيا والنظام السوري على خلفية الأزمة السورية مقاتلة تركية أسقطت طائرة حربية سورية كانت في عملية الاسترجاع معبر كسب الحدودي وكالة الأنباء السورية قالت إن الطائرة كانت في المجال الجوي السوري ووصفت إسقاطها بعدوان غير مسبوق وغير مبرر ما يعكس تورط تركيا في الأزمة السورية وإفلاس رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان مثل ما جاء في بيان للخارجية السورية لكن إردوغان قال إن الطائرة خرقت المجال الجوي التركي وهدد برد قاس في المرة القادمة أهنئوا أولاً قيادة الأركان وأهنئوا طيارين أهنئوا قواتنا الجوية وكانت المدفعية السورية أسقطت طائرة تركية في صيف 2012 وتبادل البلدان حينها الاتهامات بشأن ما إذا كانت الطائرة خرقت الأجواء السورية أم لا ثم في أيلول سبتمبر الماضي أعلنت تركيا إسقاط مروحية حربية سورية لخرقها كما قالت السيادة التركية الحدود السورية التركية هذه الأيام ميدان لمعارك طاحنة بين القوات النظامية السورية وفصائل المعارضة هذه الفصائل سيطرت الأيام الأخيرة على معبر كسب في ريف اللاذقية آخر نقطة حدودية مع تركيا كانت في قبضة النظام السوري بعد معارك يقول النظام السوري إن المعارضة المسلحة استفالت خلالها من تغطية نارية تركية وقد سقط في معارك ريف اللاذقية السبت فقط نحو عشرين من مقاتل الفصائل المعارضة حسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان وفي مناطق أخرى في سوريا تواصلت المعارك في محافظة حلب بين القوات النظامية وفصائل إسلامية بينها جبهة النصرة وقد دار جزء من هذه المعارك حسب المرصد السوري في محيط مبنى المخابرات الجوية السابق ومحيط الجامع الأموي في بلدة حلب القديمة كما تحدثت وكالة الأنباء السورية عن معارك في محيط السجن المركزي لحلب أوقعت قتلى في صفوف من سمتهم إرهابيين إلياس تملالي بي بي سي